اشتركوا في القناة من البناء والتنمية وضف معلها ان مجلس النواب سيواصل مضاعفة الجهد والعمل في وضع التشريعات والقوانين من اجل دحر الارهاب وهزيمته باعتبار ذلك اولوية برلمانية للمرحلة الراهنة واضح بان مجلس النواب يقف داعما لكل اجراءات السلطة التنفيذية التي تحول دون استغلال الانفتاح الذي تنعم به البحرين للاضرار بامنها والاستقرارها وبما يتماشى مع المقتضيات الامنية الراهنة لحفظ امن البلاد وسلامتها مؤكدا معاليها تأييد النيابي التام والمطلق للتوجهات الملكية السامية المتعلقة بالشأن الاقليمي والدولي والتحديات التي تستهدف امن المنطقة والاستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية وان حرص البحرين على ضمان مواصلة مسيرة منظومة مجلس التعاون بكل قوة وتماسك وتبات وضمان عدم عرقالة مسيرتها المباركة هو الموقف البحريني الراسخ والصلب وهمية اتخاذ اجراء اكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد امن وسلامة دول وشعوب المنطقة واكد معاليها الدعم النيابي على ما اكد عليه جلالة العاهل المفدى بانه طالما استمرت قطر في نهج عدم احترام المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون وممارسة سياسات تستهدف امن الدول العضاء في مجلس التعاون بانه يتعذر على البحرين حضر اي قمة او اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود الى رشدها وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر